مدرسة زي أي مدرسة ده اللي ممكن تقوله لو عديت من برة ولكن لو دخلت وشفت بعينيك النظرة هتختلف تماما مدرسة إيجبت جولد للفنون التطبيقية مدرسة متخصصة لتعليم فن وصناعة الزهب والمجوهرات ولأنها أول مدرسة متخصصة في المجالدة في منطقة العبور كاميرا صباح الورد توجهت مباشرة إلى داخل المدرسة للتعرف أكثر عن كل اللي بتقدم المدرسة لطلبها المدرسة عبارة عن مدرسة فنية تكنولوجية بنظام التعليم والتدريب المزدوج وهي بودة الدراسة فيها ثلاث سنين وعدد الطلبة اللي عندنا 200 طالب طب منطقاءهم من عدد كبير جدا اللي تقدم لنا كان 1680 طالب تقريبا وإحنا بنقدم للطلبة بالإضافة اللي لما بدرسوا المواد الثقافية المتعارفة عليها فإحنا بيدرسوا كمان المواد التخصصية اللي هي في مجال المهنة وتخصصاتها من أول الدزاين حتى المنتج النهائي ما بيطلق الطلاب واللي كانوا بيؤدوا امتحانات نظرية وعملية في صناعة الزهب والمجوهرات أكدوا إنهم بيمهدوا لتعلم حرفة يدوية تؤهلهم للمنفسة في السوق المحلية والدولية ده غير استفادتهم من العلوم اللي بيطلقوها في المدرسة فيه قسمين كسمة نظر وكسمة عملي الكسمة العملي ده مش هنقول أهم من النظر هم الاتنين في سوا بعض بس هو السيد المدرسة يعني عملي فإحنا لازم نتعلم العمل أفضل يعني بنتعلم النظر إحنا هنا بنتعلم يعني من السيد مجينة نتعلمنا إزاي نحاول عيارات وحجن الشمع وتركيب أحجار وتعلمنا حيات كثيرة في العملي تعلمنا إزاي التركيب على الشمع وزاي الحقني من حينو والمستر بيس اللي هي المراحل بتاعة الحلية والمجاهرات والدزاين وكده تعلمنا حاجات فيه عشان دخلت فيه برضو يعني تعلمنا كذا حاجة المدرسة بتتكون من 13 فصل بنظام تعليم حديث وتنقسم الدراسة فيها إلى ثلاث محاور وهي العلوم الأساسية والعلوم الفنية والتدريب العملي فضلا عن وجود مبنى متخصص لورش التدريب لصباح الورد ماجد عبدالله تين تيفي زي ما شوفنا ما حضرتكم التفاصيل اللي كانت موجودة في التقرير واللي هنتناولها بتفاصيل أكتر إحنا طول الوقت بنتكلم عن ضرورة وجود إيد عاملة مؤهلة على أسس علمية سليمة ومدربة علشان تسد احتياجات سوق العمل بالفعل التوجه ده كان للدولة المصرية بدأ بتنفيذه على أرض الواقع وده من خلال إنشاء أو المدرسة لصناعة الدهب والمجوهرات زي ما حضرتكم تابعتم معنا في التقرير اللي فات وده بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واللي هيأهل الخرجين منها للعمل في صناعة الدهب والحلي والمجوهرات في سوق العمل سواء في مصر أو في خارج مصر عشان نعرف أكتر بقى عن تفاصيل المدرسة طبيعة الدراسة فيها فإحنا معنا في الستوديو الأسادزة أستاذ مصطفى نصار رئيس مجموعة إيجيبت جولد لصناعة الدهب أهلا بحضرتك ونورنا في صباح الورد ودكتور خالد حسن هو استشاري تطوير الأعمال ومدير المشروعات بالمجموعة أهلا بحضرتك معنا في البداية عايز أبدأ بأستاذ مصطفى نصار والفكرة جات لحضرتك منين وإيه أهمية أن يكون في مدرسة للتعليم للحلي والدهب بسم الله الرحمن الرحيم أول ما بتدي أقولك صباح الدهب ربنا يخلي نكلم عن الدهب نكلم عن الورد فالدهب والورد حكتين حلوين طبعا هي لو ابتدت حاول تقريبا أوصل الفكرة جاءت منين أنا 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 اتولدت أو اتنشأت أو عشت أو جاي من من التاريخ ده إحنا من 1935 إحنا عائلة فاميلي بيزنس بيعمل في هذا الحقل تل جدي رحمة الله عليه استكمل وراء والدي رحمة الله عليه استكملت أنا وأخوي حسن رحمة الله عليه المشوار والحمد لله رب العالمين الآن الجيل الرابع دخل وهو اللي بيدير حاليا وإحنا بنوعد في الجيل الخامس فحرك إحنا تاريخ بس نروح إيه في التاريخ جنب صناعة الدهب اللي فرعنا من أربع تلاف سنة أو من سبع تلاف سنة بدأوا صناعة دي الصناعة دي أصلا صناعة مصرية في الأصل من بداية الكون صحيح فحدودت جات الفكرة من أن أنا في التمانينات تقريبا في سنة 1980 رب العالمين نشأت في الحقل أو في المجال ده من جدي كتعلم أبويا ومن أبويا تعلمت أنا ومن أبو ومن أنا أنا وعلمت أولادي فالفكرة كلها جات من إيه تلقيتي التمانينات مصري بتتراجع في الصناعة دي إيه رماعة الأتراك دخلوا علينا بقوا مروات في الصناعة الصينيين دخلوا علينا بقوا مروات في الصناعة الحلية والمجوهرات فجاتني فكرة أن أنا أسافر برة وأشوف الدول المتقدمة اللي سابقونا في هذا المجال وجات ألمانيا تحديدا وإيطاليا وسويسرا فعملت الحمد لله 18 ديبلومة في هذا الحقل ما بين المص أنه إحنا عندنا برضه نفس النشاط موجود في إيجيبت جولزا ما بيصنع ذهب ما عندنا كل حاجة أولاً بتبتلي بإيجيبت بإيجيبت يعني إيجيبت 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 إيجي كونسيب يا فندم إحنا عندنا عجز في مصر هي الصناعة دي تظلمت في كل حاجة يعني ترقوها الفراعنة عملوا المسك بتاعتوه عن خامون ده عمل من 3500 سنة كانش فيه صناعة ده ما كانش فيه مكانة ما كانش فيه أي حاجة ولكن عملنا نجاح المصريين الخدماء أن هم يعملوا المسك بتاعتوه عن خامون اللي عايش لحد ذاته بيلف العلم وعمل إبهار العلم كله صحيح إحنا عندنا حد دي كان نبتلي من إيجيبت غولد هي بتصنع ذهب على الأعلى مستوى بوصفات عالمية عندنا إيجي كونسيبت أسف إيجي دايمون اللي هي بتعمل جوليري ألماز وإحنا بالمناسبة سايت وولدر ومنمثل HRD في مصر وعندنا إيجيبت وعندنا إيرام طبعا اللي هي بتقول النهاردة إن هي بيت خبرة أو بيت ديزاين في مصر غنية أنا تعريف آآ يعني هي بتماثل آآ شبار وكرتية على مستوى الشرق الأوسط هنا بنشارك في معارضة عالمية بنشارك فيه ديزاينات بنعمل مسابقة للديزاينات على مستوى العالم لما حضرتك فكرت ولقيت إن الصناعة تراجعت في التمانينيات وفكرت إنك تسافر الدول المتقدمة المتقدمة إيه اللي اكتشفته هناك في الدول دي كانوا سابقنا إزاي؟ هو أنا روحت عشان أعمل يتنين ديبلومة في إيه بالزبط؟ آآ نعم يا فندم أنا هقول لحضرتك أعدت 11 سنة أدرس آآ آآ رجعت بعد 11 سنة قال لقيت نفسنا إحنا هتراجعنا أكتر فأقلت أعمل إيه أعمل إيه أجيب بقى وأعمل الصناعة تعلمت وبرا في أوروبا دي لفترة الرحلة بتاعتي التدريبية أنا أنا جي نفزها في مصر فما لقيتش عندنا يد عاملة زعلت جد إن إزاي إحنا عندنا الصناعة وإحنا أربابها وما عندناش اليد العاملة المجهزة المدربة الجاهزة لدي التصنيع من هنا بدأت فكرة المدرسة؟ هو الماكانة ممكن تشتريها آآ لكن العامل اللي هيشغل أو الفن اللي هيشغل الماكانة دي أهم من الماكانة طبعاً فكذا هو قد كان فجاء استوردت عمالة ما قلتش العامل اللي أنا بدور عليه المدرب اللي يجيد الصناعة دي معايا أو ساعدني فإن أنا أنفز خطتي أو حلمي اللي أنا حلمت بيه من طفولتي فجبت بجئت بستورد عمالة بس قلت طب ألا طب أنا بستورد عامل نهارة بكلفني ألفين دولار طب أنا أدرب عامل مصري تجدت أخاطب وأشوف وتعاونت مع وزارة القوة العاملة والهجرة لأن إحنا نعمل أول مركز تدريب للصناعة دي كبر المركز كبر المركز بقى وصلنا إن أنا مثلاً خرجنا عدد سبع تلاف كتنممية طالب وأطالبة كلهم بيعملوا في هذا الحق ونصهم بيعملوا عندنا في الشركة يعني الشركة أخذت كفايتنا وبتدت تضخ عمالة مدربة للصناعة دي في مصر فنجحت الفكرة جاءت المبادرة طبعاً بتاعت فخامت رئيس الجمهورية الرجل اللي أقول عليه اللي سابق عصره اللي سابق سنه صحيح اللي سابق فكره صحيح الله يحميه يا رب وأنا طبعاً يعني أنا مش متجلي للجديد قوي ولكن أنا بقول أنا عصرت من أيام عبد الناصر شفت مصر أيام عبد الناصر شفت مصر أيام السادات شفت مصر أيام حسن المبارك شفت مصر أيام رجل عظيم عدل منصور شفت مصر في العصر الجهلي فشفت مصري في العصر احنا كنا زماني كنا بنقعد بنقعد نعاية جنبه عشر سنين نقفتك نقول امتى هيخلص الكبري ده وحلم نشوف النهاردة الكبري في مصري بتقامل في تلات طوش الراجل ده ما شاء الله عليه بيسابق الزمن يا فنزم مش بيسابق الزمن ده بيسابق نفسه يا ناس كلها بتسأل يقول الله يدي له الصحة الراجل ده بينام امتى ده يعني الله بلاه حسد ونمسك الخشب ربنا يحمه لنا هو المبادرة بتاعت سيادته طبعا انا اسف رب اقطى عليك رحليص انا مش متحدث لبق وعملياتي في قلبي بقوله بالعكس ده احلى حاجة الكلام اللي من القلبي فيا فنزم المبادرة لما جيه وقالك التعليم الفني قال له قلت دي جاتني دي جاتني فدرست المجموعة بالإدارة عندنا في الشركة درسنا احنا محتاجين ايه فجات المبادرة فعلى طول عملنا انتصال مع وزارة التربية والتعليم والرجل الرجل العظيم اللي اسمه الدكتور طارق شاوئي اللي بيبزي المجهود جبر طبعا الدكتور طارق شاوئي بيبزي المجهود جبر للتطوير سهل قوي انك تطوري اه يعني اقول لحضرتك مثلا ايه انك تطوري واحد تكسر تتصلحيه تعمليه واحد بتركبيله شريحتين ومصمرين تتصلحيه لكن تصلحها عقل هو الراجل ما هوش عصا موسي صحيح احنا لازم نبقى فاهمين كده صحيح درسوا اسف ده خدناهم عملناهم زي رحلات مدرسية ورناهم المناطق الدهب جمنين والساغة القديمة والمصانع عندنا في الشركة الله وكانوا بعد شهر واربعة ايام بفضل الله العليا العظيم علينا كانوا الولاد عاديين لابسين ازاي عاديين شغالين حبوا الدهب حبوا المكان لان لما حرارتكم ما تشوفوا المكان بتشوفوا ان احنا عملنا ما عملناش مدرسة تقريدية الولاد دي ما يحبوهاش صحيح عملنا لهم مراجيحة على طريقة على الطريقة القديمة عملنا لهم عربيات قديمة جبنا لهم ارابسك ونالهم يا ولاد شوفوا دول ده من 150 سنة الارابسك ده يعني الجانب الثقافي والترفيهي موجود وصر نوع يعني ده بيحرك الخيال والابداع حبيبنا العقل صحيح الطفل انا بدرب ولد عنده او بنت عندها 15 سنة صحيح كل اتجاهات النهاردة الولاد بيقعدوا يعملوا ويلعبوا بلاك جيم على الانترنت فيش حاجة شغلتهم الولاد حبوا المجال صحيح ساديت ابتدى خاطب روحهم من جوه صحيح طب الولاد يحصل عندهم ابدعوا وان مزج بطحة يعني خليني انا اولا فخورة جدا بوجوتي مع حضرتك انا اول مرأة بالحضرتك وانا سعيدة جدا بنموذج وطني مشرف بنتكلم في اجيال من التلاتينات فاميلي بيزنس ايجيبت دايما هي البداية هي العنوان للمنتج بتاعهم في المجموعة بنتكلم انه يعني هذا الرجل العظيم كممكن يستسهل جدا ويفضل بيشتغل بالعمالة الاجنبية او حضرتك ودي ما كتش تبع عندك مشكلة فيها خالص لكن هو فكر في ولاد بلده احنا بنقول مصر شابة بنقول اكتر من 60% من مساحة او تعداد السكان شباب صغيرين فمصر هتفضل شابة استثمر ده وتوافرة ايه الادارة والارادة في تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير هستأذن حضرتك وابدأ بقى مع ضيفي كمان اللي نوارنا فيه الستوديو دكتور خيلة حسن وهو مدير تطوير الاعمال والمشروعات بمجموعة ايجيبت جولد لصناعة الدهب والمجاهرات عايز ابدع مع حضرتك يا دكتور فيما يخص يعني يمكن استاذ من مصطفى اشار لنقطة مهمة جدا قالك انا ما جبت العامل او الفني من الخارج واستوردته ما ادنيش اللي انا عايزه ايه اللي بيميز بقى طبعا من خيال حضرتك وانك بتعمل على تطوير المشروعات لاحظت ايه في المواطن المصري الطالب المصري الشاب المصري اللي بيميزه عن اي عامل تاني اللي ما بتحطه في البيئة المناسبة طبعا معروفة او يعني احنا كلنا عارفين ان طبيعة العامل المصري او الطالب المصري بيتميز بالزكاء يتميز بالمهارة في اي حاجة هو بيعملها بس محتاج اعداد جيد ان هو يكون عنده الدراية والمعرفة الكاملة ان هو يقدر يدي في المجال ده بحرفية كل حاجة زي ما احنا عارفين موجودة في العالم حاليا موجودة على اساس علمي احنا مش هنخترع العجلة احنا بنبص للناس وصلت لي ايه وبيبتدي نحاول نطبق اللي الناس وصلت له ده عندنا ونطور عليه وده اللي احنا ابتدينا فعلا فيه في انشاء المدرسة او في المجموعة ان احنا بصينا للمعاهد والجامعات اللي برا اللي عملت اللي ليها تجارب ومسلة اللي شغالة في الاتجاه التعليمي ده شفنا المناهج شفنا المدربين استعنا بتسع جنسيات من مختلف انحاء العالم كل متخصص في مجال معين استعنا به شفنا اسلوب تدريب تكنيك معين بيستخدمه مناهج تعليمية جبنا كل ده بحيث ان احنا نبتدي ندي الطالب حصيلة او خلاصة اخر ما توصل اليه العلم في كل مجال اللي هو شغال فيه ايه الفرق ما بين الطالب اللي هيخرج من المدرسة الموجودة دلوقتي الجديدة وما بين العامل اللي يمكن من التلاتينات كمان فيه مجموعة ايجيبت جولد جيل بيسلم جيل او الحرفي اللي قلنا بالعامية المصرية يعني الحرفي اللي بيصنح يبقى ايه الفرق طبعا سؤال جميل هو الفكرة كلها ان احنا مش مجرد منطلع عامل او طلع فني متخصص احنا بنطلع طالب فني على دراية بكافة مجالات العمل اللي هو شغال فيه يعني الطالب بيتخصص في مجال او بيتخصص في حرفة معينة بس بيكون على دراية بجميع المجالات الاخرى دي حاجة الحاجة التانية ان المدرسة شهادة تكنولوجيا تطبيقية من التربية والتعليم جاري حاليا ان احنا ناخد اعتماد دولي للشهادة دي بحيث ان جهة اجنبية هتدي اعتماد للشهادة الولد ممكن يطلع بالشهادة دي يشتغل في اي مكان سواء جوا مصر او برا مصر الطالب يعني يعتبر اتعين قبل ما يبتدي دراسة من حقه بعد ما بيخلص ان هو يلتحق بقى احد الكليات التي تتطبق عليها شروط التكنولوجيا التطبيقية فان الفكرة كلها ان طبعا كل ده بيميز الطالب اللي عندنا بين اي طالب تاني في المجال دي طيب انا عايز ارجع تاني لاستاذ مصطفى نصار وبالنسبة للطالب اللي هيلتحق بهذه المدرسة هل هي الشروط التكليف الدراسة هتكون بتبلغ كام ولما يتخرج ويشتغل ممكن دخل يوصل لكام يعني احب نتكلم بقى في اي دهب ويقوت وقلماز ومحاجات يعني نتكلم في فلوس نتكلم في فلوس يعني اه ده شيء مهم لك بس انا اللي انا اعاوز اضيفه بعد ايضا حضرتك في ان انا بخرج طالب لا انا ما بخلاكش طالب انا بخرج انسان فنان صح او بطلع الفنان اللي جواه صح اه اولا احنا عندنا ولاد موهبين شفت الولد اللي جاي من منيا من الصعيد الولد الوحيد الولد ابا نوب ده طفل عنده urه واخته واما consecut من الميه يالولد ده موهوب مسك القلم انا شفت الف Trailندري ان انا اعملتلهم يعني عمالنا لما بينهم اناهم انهم اللي ي brauchen الموهدين واحد صوته حلو واحد ايده حلوة واحد بيعرف يرسم وحت بيعرف يغني اه دي موهبة صوته حلو طبعا عايز ايه من اللي صوته حلو لا انا بقول لها حريك الموهبة اللي ربنا سبحانه اه طبعا الموهبة طبعا فالولد ده ربنا ما ديلي موهبة في صوابعه انا اكتشفتها بخبرتي اوكي اه طبعا فانا ما بخركش طالب انا بخرك فنان اول حاجة طبعا فحضرت لو نيجي نقول ايه اللي المدرسة بتعمله للولاد الطبيعي الطبيعي في اي حد النهاردة لما بيروح يتعلم طبعا دي حاجة بوفره واجبت غدا اه الولاد دولة عندهم تأمين صحي اه زيد بنعمل مسبقات مكافئات يونيفورم طبعا على احسن يونيفورمات اللي ممكن نلبسه لابن اشوفناهم في التقرير زي الامر الشتوي الشتوي الصيفي صيفي احنا ولادنا احنا بنعيشهم في مستوى كويس يرضي عشان يبقوا هم مرضيين صحيح عشان يطلعوا اللي جواهم صح ده انا بقول لحردك يعني ان شاء الله رب العالمين ربنا يديني العمر وكمل انا نفسي اعمل نقلة في المجال ده حلم حياتي حلم طفولتي ان انا وانا من وانا صغير ان انا صناعة الدعب والمجوهرات دي انقلها كده اوديها هو كل ده اللي هو اكبر يعني ما حصلش النقلة يعني حاجة كانوا على مجموعة عريقة جدا لكن مش مصر مش انا بقى كشركة انا بتكلم عن مصر مصر ديتنا كتير خلينا نعترف طبعا ملاش بقى ان احنا نقول لا احنا لحم كتفنا ده من خير فيه العز اللي انا عايش فيه العربية اللي انا بركبها مش انا يعني مش بتكلم عن نفسك يا عز بتكلم عن نفسك النعمة اللي احنا فيها دي طبعا مش اعملناها في مصر طبعا جي الوقت النهاردة اللي عنده علم يا اخي طلعه طبعا انت عندك مهنة وصنعة طبعا طبعا من اجدادك ورسها للشعب اللي انت عايش وسطي انهض بالصناعة دي النهاردة عيب قوي نهاردة لما نعوز نعمل حاجة فرعونية نبقى تصنحها في الصين عيب قوي انا باعتبر لما بروح انا اصدتها من خاني الخليلي ومن المرب مانا كنت لسه حقول لحضرتك امال فين الصناعة بتاع خاني الخليلي اللي ايده وتتلفف حريب فين بقى ايوة ده الكلام ده اللي عايشنا عليه في الماضي اه جانا اقول لك الصناعي المصري يا فندم للأسف اللي كان عنده صنعة معلمهاش معلمهاش اللي ابنه مبالك بقى النهاردة العدد احنا ميت مليون يا جماعة ايوة انا عندي ابني تعلم معلمش اللي ابنه وابنه علم ابنه لكن ما فيش مدارس فتحك ناس طلب اجيب ناس اقولهم تعالوا يا جماعة تعلموا فن الدق تعالوا يا جماعة تعلموا فن التركيب الاحجار تعال اتعلموا النهاردة صناعة اجدادكم الفراعنة ان انا سقط حجر واعمل حتة باللابس والفروز والمرجان وبتاع واطلع قطعة فنية فرعونية مصرية طبعا اللي احنا تربينا عليه النهاردة روحنا هيت السوق اللي خاني خليلي للأسف تياكلها مبضاعة صينية او تركي او جاي متهرب عن طريق تركية للأسف للأسف يا فندم في الاتجاه يعني طبعا انا بخاطب بخاطب قلب السادة الرئيس خاني الخليلي يا رئيس خاني الخليلي والساغة يا رئيس اللي انت مش هقول بقى يعني ان انت حردك من هناك من جزء انت جزء حردك انت من الحتة دي جزء من سادتك الصنعة دي احنا عايزين ننقل الساغة وعايزين ننقل خاني الخليلي الصناعات ونخلي المكان ده مزار سياحي طبعا يا فندم ده من 1920 كانت طبعا الخيل الساغة دي اللي احنا فيها النهاردة اللي موجودة في منطقة سيدنا الحسين اللي هي الجمالية صحيح النهاردة يا فندم المنطقة دي كانت طبعا الخيل بتاع الملك وحولت انها تبقى الساغة حرط اليهود النهاردة بقت خطر لازم ننقل الصناعة دي ونوديها يا فندم في جزء في حتة تانية تناسب العدد السكاني اللي موجود وتخدم وبعدين النهاردة كل قطع النهاردة بتتعمل في الدهب او فضة او المظم بتدفع عليه رسوم ضريبة مبعاد ااسف مش ضريبة مبعاد القيمة المضافة فالنهاردة لما طلع المصنع المصنع دي خليهم الناس صدر النهاردة افريقيا جنبنا النهاردة احنا بيحتاجين صدر لها افريقيا عائمة على دهب فندم طبعا ولكن بيصدروا الدهب ده خام ويستوردوا بدالوا مشغول انا بدل النهاردة زي ما الرئيس بينادي وراجل رئو نشف زي ما بنقول انهو بيقولك يا جماعة ما صدروش الخام صدرو مشغول صحيح علموا ولادكو الصناعة وخلوا ولادكو تشتغل في الصناعة وتصنع قطعة وطلعها متصنعة صحيح بس اخد مصنعياتها صحيح لكن ايه النهاردة من مصلحة انا افتح بيت في تركيا ولا افتح بيت في الصين ولا افتح بيت في مصر احنا اولى مصر طبعا مصر اولى بولادها وخير بولادها المسل المسل معرفش تسمحيل اقوله ده جوح اولى بلحم دهبه صحيح انا بدل ما صدر دهب السكري ولا غيره ولا غيره ولا غيره اصنعه وطلعه متصنع بدل ما صدره خام وارجع استورده تاني كمصنع ها لا اذا انا من مصلحة ان انا فندم النهاردة ان انا اصدره خاتم وحلق وافتح بيت واعلم واحد واعلم اسرة وبعدين المجال ده اصلا من تاريخه هم بيعتبروه سر صناعة الدهب والمجوهرات هو منغلق على هذا لكن النهاردة احنا فتحنا في مدارس صحيح فتحنا في وعايزين يطوروا في كلهات وهي دي طبيعة العصر وطبيعة العولامة خلاص احنا كلنا قرية صغيرة كلنا عبر الانترنت ممكن نبقى الدول كلها حاجة واحدة فلازم فعلا نفتح اكاديميات اختلف معاك الا الصناعة دي دي بقى يا فندم الصناعة دي ليه اسرار يعني حد بقى الصناعة دي طول امرها ليه اسرار ليه بقى يا فندم ليه اسرار ما تقريش من كتاب 80% في المجال بتاعنا هو بيحتاج عمالة بتحتاج صناعة بتحتاج كسافة عمالة صح فان انت حضرتك تعلميني او تجبيه كتاب هاعرف معلومة 20% صحيح لكن 80% لازم اتعلم الممارس تشتغل بايدك طبعا الممارس صحيح فاحنا الولاد حببناهم الاول في ان هو يحب القطحة ايه وبقى اعنا تقريبا 80% او 60 لا 80 اكتر من 80% بنات احنا بنا بنخطب المدرسة لكن لو تلاحظي عندي لهم 75 130 بنت و70 ولد الصناعة دي اصلا صناعة نسائية طبعا احنا طبعا يعني محتاجين حلقات وحلقات نتكلم في الموضوع ده اكتر لكن اكيد هيكون فيه متابعة بعد كده بقى للدفعات اللي هتتخرج ان شاء الله وانا بحيي حضرتك على روحك الوطنية بحيي حضرتك على الفكرة الجميلة العبقرية زي وبشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى نصار رئيس مجلس ادارة مجموعة ايجيبت جولد لصناعة الده ومجاهرات نورتنا صباحك صباح الوارد انا ازقنا لصباح العسلية ربنا خليك ودكتور خالد حسن وهو مدير تطوير الأعمال والمشروعات بالمجموعة بشكرك شكرا جزيلا وصباحك صباح الوارد شاهدين نصفكم عفاصل ونرجع بآخر فقراتنا في صباح الوارد خليكم معنا